لو انت من النوع اللي بتقامل ان الارزاء من عمد الله كمل الفيديو لان في ناس بتقمن بالله عند الفرح بس انما عند الحزن والديق تجزع ويكون يومها ابيض وعلى فكرة دي مش اول جريمة قتل تحصل بس اول جريمة المقتول فيها يتعمله اكتر من تلتمية وستين عمره في اسبوع ايه اللي عملوا احمود البنة عشان الناس تعمل معاك ما هي كام قضية وكام ترند وكام 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 والاخبار بتقول ان راجح هرب الى فرنسا انهرب في الارض مش هيرم في السماء وانقدروا بفلوسهم يرشوا اهل الارض كلهم فعند ربك ورب اهل الارض ما بتمشيش الفلوس يوم لا ينفعوا مال ولا بنون ناس كتير فايتها اعمال وممكن يكون عمل اد كده في ناس بتقول دي مش حسن خاتمة وهو مش شهيد ولكن العلم عند الله لما شاب صغير في سن صغير يموت وزي ما قلنا مش اول جريمة بس اول جريمة تأثر في قلوب الناس ما يقارب من نص مليون فيديو على اليوتيوب بيدعو المحمود البنة شوف كم مليون قال الله ارحمك يا محمود شوف كم مليون واحد قالوا عنه شهيد الشهامة وشهيد الرجولة ده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر ان احنا شهداء الله في الارض احنا اللي بنشهد للناس لو شخص مات وأثنينا عليه خير وجبت له الجنة ولو شخص مات وأثنينا عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في الارض ادعي لنفسك وادعي المحمود وادعيلي وادعي لكل واحد تعرفه واي حد ما تعرفوش ان ربنا يحسن ختمنا واهم حاجة يحبب فينا خلقه بس كده السلام عليكم